وفي مقار غرفة تجارة وصناعة الشرق أيضاً انطلقت فعاليات المعرض الفني ومزاد الفنون المتنوع فينك اكتوبر الذي تنظم شبكة الشرق للتميز الاقتصادي الشرق سين بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي الذي يوافق اكتوبر من كل عام بهدف توعية النساء والمجتمع بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وعلاجه والحد من أخطاره ومن أجل تحسين نتيجة العلاد ورفع معدلات شفاء المرضى تأتي فعاليات المعرض الفني ومزاد الفنون المتنوع بنك اكتوبر ضمن برنامج الشهر العالمي للتوعية حول هذا المرض هذا العمل الذي نقوم به خدمة للمجتمع يحتاجون إلى التوعية ويحتاجون أيضاً إلى نوع من الدعم المالي وإذا وقفنا في هذا المكان أيضاً علينا أن نتذكر دائماً الله يرحمه يغفر لها الأستاذة أميرة متكرم نتذكر العمل الكبير الذي قامت به خلال مسيرة امتدت تقريباً إلى سبع سنوات لو تكلمنا عن القافلة الوردية هم في شهر مارس القادم سوف يكونون سبع سنوات ونحن في غرفة التجارة والصناعة نعمل دائماً لدعم هذه المبادرات لخدمة المجتمع أولاً يتضمن المعارض لوحات فنية وتشكيلية من أعمال خمسة فنانين حيث من المقرر ينتباع هذه الرسومات بمزاد يعود جزء من ريعه لدعم حملة القافلة الوردية كما وتشارك بالفعالية مجموعة من شركات ومؤسسات كدعم للحملة المستمرة حتى الثالث من نوفمبر المقبل نشكر غرفة التجارة وصناعة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء الخير اليوم وفعالية بينك اكتوبر اللي راح يروح 25% من رعها لصالح القافلة الوردية لعلاج مرضى السرطان ويمكن للأفراد أو الشركات التبرع من خلال صندوق أميرة لصالح مرضى السرطان أو لمرضى السرطان من خلال البنك أكاونت موجود طبعاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بالقافلة الوردية يذكر أن الشهر العالمي للتوعية حول السرطان السدي يعتبر مبادرة عالمية نبدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006 من أجل رفع التوعية والدعم ضد هذا المرض الذي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصب النساء في العالم وفقاً لمنظمات الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر